السلام عليكم أخباركم ايه طبعا الزبالكوية في حاجتين طول الوقت يعني في عقلهم وأفكارهم الفترة الأخيرة ديت وهي الخاصة بكهرباء والخاصة بالسلسل القيد والقيد هيجرى في ايه ودي الحقيقة انه هما قضيتين دول من القضيات المهمة طبعا لان جمهور زيك يهتم بيهم لانه في حوالي 70 مليون جنيه هيدخلوا النادي من كهرباء وده رقم يفوأ الفريق ويفوأ النادي كله على فكرة دي واحد والموضوع التاني الخاص بالقيد والسلاسي سواء محمود شبانة أو عحمد بالحاج أو ناصر منسي المظلومين اللي هما وقعوا في خداءة مش بتاعتهم وبين اتحاد الكرة وبين مرتضى المنصور وبين التعنت من هنا والتعنت من هنا ده مش هضي يدفع الفلوس وده مش هضي ايد عشان الفلوس وقصة من النوع ده فالموضوعين اللي اتنين دول هما من اهم الموضوعات اللي جمهور زيك مهتبين بالاضافة طبعا للحال فريق كرة يعني إن كان الفوز على سموحة خلى جمهور ياخد نفسه ما نشوف مباراة المريخة ان شاء الله يوم الجمعة هتؤدي يلاقيه لكن تعالوا الاول نروح لكهربا قضية كهربا حتى هذه اللحظة شعار دفع الغرامة شعار العند سوي التطويل نروح للاتحاد الدولي ناخد بعد وشاء بيطولوا على الزمانك ليه؟ مع إن التطويل ده يدفع كهراء مفروس كتير قوي قوي لكن التطويل ده يبدو له غرض أو معلومات أو إشارات أو تصورات أو تصديق شائعات زي ما أنت عايز تقول فكرة إنه يبقى فيه يوم التين فبراير اللي فات وياخد قرار لاتحاد الدولي نخلع ستين يوم يدفع الفلوس كهربا بعد الستين يوم يتم يقافه ست شهور ويطلع المحامي يقول لا ده احنا بعدنا برضه في تمانية ويطلع المحامي الدولي يقولك هو كده كده الفلوس هتتدفع طبعا لا طرح ما كده كده فلوس هتتدفع هتدفعها وهي النهاردة سبعين مليون ولا هتدفعها كمان شهرين وممكن تبقى تسعين مليون انت ما تعرفش الدولار بقى مرتفع طالع نازل فأنت أوله هتدوار تطالع عايزة ما نزلش فأنت دلوقتي هتعرض نفسك كك أهربا إنك انت تدفع فوق السبعين مليون أساسا اللي كانوا أساسا لو انت دفعتهم بالأول كدفعت تلاتين ففيها هربعين مليون تدفعوا الزيادة كده في الزحمة عشانك بقولي انه العند وفيه شائعات حوالين إدارة نادي الزمالك واستمرارها والكلام ده يعني أكيد الزمالكوية فات عليهم الكلام ده ولا ما ساميه شائعات لأنه فيش حاجة للأرض الواقح ومنسمى الشائعات دي اللي عامل حالة العند قال لك آه طب نستنى بقى يمكن يجرى ما يجري أو ما جرى من قبل يعني فيحصل إيه إن إحنا حتى لو قدنا فلوس يبقى مرطاة مصور مش موجود شعف جابوا الأفكار دي منين يعني لكن إزاي كهياخد الفلوس؟ هياخد الفلوس سواء بقى كان مرطاة مصور موجود كان خالد موجود كان علي موجود الآن هيدفع الفلوس والقصة وما فيها إنه الزمالك وباعتراف رئيس نادي الزمالك وده من الحاجات الغريبة إنك تعترف هذه الاعترافات إنه إزاي كان عنده مشكلة في فلوس فندق شاب مبارات شاب وإزاي بتاعت الزمالك عند الزمالك وإن أمير مطلع يدفع 250 ألف جنيه من جيبه عشان يحل مشكلة ده إعلان إزاي فيه أزمة مالية فيقوم الأهل يعمل يقول لك استنى نخال آخر الشهرين ما يجا عند آخر الشهرين نشوف إيه 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 إني إزاي إيه 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 إيه؟ لأنه هو برضو الآن أي إن الزمالك يعود بقى صدت زائك لو عاد هيعود إزاي هو زاك بحتاج إيه إيه عشان يرجع الدوري باشي بحتاج غير النفوس كل الانتشاط مثلا هذه العيمزك تقدر على فكرة مطش 3 وقت لكم بارح أربع مطشاط ازاي كيفوزهم متتليم بما فيهم مطش المريخ والترجي ازاي لك هيرجع في كل حت اه ياخد الدورة قصة تانية ياخد افريقيا تقصة تالتة لكن هيرجع يبقى له دور وعودة الزمالك هتأثر وتقلق الاخرين خصوصا لو حصل تعادل او تعصر او هزيمة للاهل في اي مبارا في الدوري وده امر هيحصل هيحصل فيبقى الزمالك جئفاء يبقى دي ما ايه داخلنا في المشكلة فيحصل ايه لا سيبوا حاولوا لأقصى مساحة عشان نشوف الايه استمرار السقوط ده وانا محمد عشي ولكن العند في الموضوع العند اللي ما ادفعش المرتضى والعند نستلم مشوف الزمالك يجرى له ايه لكن هيدفعه هيدفع طيب اه دي الجزء بتاع الكهرباء طيب الجزء بتاع السلاسي القيد اللي احنا عرفناه اتحاده الكرة عن بكرة ابي كان فيه اتنين الاول المعترضين لكن دولتي ما عندهمش مانع بالموافقة على قيد صفقات الزمالك قال ليه طب ما ايدناش ليه قالك اه احنا صعدنا وعملنا اقصى حاجة ممكنة لاتحاد الكرة بيقولي ومن ثم انا لو تراجعت كده ايه بنا تراجعت ليه قدام الاندية طيب ما هو الزمالك حتى اللحظة ما جاش مثلا لديني الفلوس وقال لي خد العشرة مليون ولا الخمسة مليون بتوعك الاولين والقصة الباقي على كذا ما جاش عمل المبادرة دي طب انا حتى اوافق ازاي على انه ايه اعمل للزمالك طب خلاص ديك قد بشكوى نوديها للاتحاد الدول وقلنا لكم التحاد الدول هيقول لاما شقل داخلي لاما تقيدوا اللعيبة وفي الحالتين الشقل الداخلي هيبى الغرض الاساسي بتاعه انه ورقة كهرباء ازاي وليد العطار المدير التنفيذي للتحاد الكرة كان تواصل اكتر من مر مع الاتحاد الدولي عشان مشاركة كهرباء ويبعت قوله رجع لجاب الاولاني رجع لجاب الاولاني لغاية ما برورهم في الاخر قالوا خلاص لعبوه فلعب هما بالزبط دلوقتي بعتوا للاتحاد الدولي بعد الزمالك ببعت شكويته هما بعتوا تفصيل انه واحد اتنين تلاتة والحقيقة ان اللعيبة بالهزم قالوا كده ان اللعيبة بالهزم وانه دور قدي اللعيبة ودور ظروفها يعني شرحوا عشان الاتحاد الدولي بيهتم اكتر بموضوع اللعيبة ومن ثم يبقى موافق على القد عشان كده الاشارات كلها اللي وصلت كمان نادي الزمالك وصلت لمرتدى منصور انه خلال فترة القصيرة القليلة القادمة من الايام ممكن بقى يعني تبقى قبل يوم الحد ولا حاجة يكون الزمالك اخذ الموافقة على قد اللعيبة وتم قد اللعيبة بلقى انه يدفع فيوز ازايك عاوز يدفع بس ما تأكد الاول ان انتوا هتعيدوا اللعيبة يجي القرار ادفع لكم فهو الموضوع دلوقتي ومناسبة الاتحاد القورة للمرة التالية بقول والمرة المليون بقول يا اقدارة الزمالك اتحاد القورة مش اخذ الشيكات هياخد لقيمة شيك مقبول الدفع يعني محجوز فيلوسو في البنك اللي حساب اتحاد القورة او كاش فزلك يجهز من دلوقتي اللي 10 مليون جنيه اللي مفهود يدفعوا للسلاسي عشان نخلص من الحكاية دي اللي حصل ايه ان مرتدى منصور تواصل مع السلاسي وبشرهم ابشروا تعرف ابشر يا طايمور هو ابشروا ابشر يا بالحاج ابشر يا منسي ابشر يا شبانة خلال الايام القليل القادمة هيتم قدقوا وقد تكونوا متواجدين ان اراد فريرا في قائمة الزمالك المسافرة الى تونس لمواجهة التراجش هذه البشارة التي قالها مرتدى منصور اللي عيب تنادي الزمالك ايه السلاسي حيث انه ما جاء بص اقول ان شاب الحمد لله محمد الوانشي راجع ودي شابانا بيدم على اخواته يبقى حاجة كويسة خصوصا ان محمد عبدالغاني ومصفة الزناري مهتز المستوى بالفترة دية ويه محتاجين انه يرجعوا للتين دول برضو يبقوا داعم كويس في التورة الفريقية وفي الدوري واحمد بالحاج برضو مهم يبقى موجود في الخط الوسط سواء كان سيف جعفر هو اللي بيلعب او احمد بالحاج او هم للتين اي ان كانت الصياغة برضو داعم داعم الخط الوسط ونصر منسي داعم الهجوم خصوصا ان احنا بعدناش غير سيف الجزيري دا اللي بنعتمد عليه خلاص خلاص افلنا الباب على اي حد لا يوسف حسن الشاب الصغير ولا مين ايكنوله وهنا بقى ياخدن الموضوع لحتة مهمة ايه هي الوكيل يحيى علي اللي هو الوكيل اللي جاب العقد مش وكيل احمد امام عشور لا دا وكيل اللي جاب العقد اللي عمل التسويق لمين لامام عشور اللي راح سأل ودور وراح جاب العقد بتاع متل انددري ماركي اللي اخونا امام عشور وصافر امام عشور وهو وقف فرحان كده ومسك صورته مع التشيرت امام وجنبه يحيى علي حل وقوية هذا الرجل قام بدوره يعني عاوز يكسب لقى ان فيه فرصة لدينادي الزمان كنه يوافق على رحيل اللعب بحس بحس اتى بعرض ادارة الزمان ارتقته مقبول ثلاثة مليون دولار وافقه على رحيله طيب كان مع الله ثلاثة مليون دولار بمية وعشرة مليون دلوقتي ولا حاجة قول مية مليون يا سيدي واذا قالت كانت شريب عشرة مليون يبقى كسبة فيه تسعين مليون فبقى حلو حلو يا بش هنا الموضوع اللي بتكلم على امام عشور وعاده لا معين ما عافش فين فلوس امام عشور لغده لا هتيجي يعني طيب امام راح بيا جاية يعني زيك يخلو يجي مية مليون كمان واللي حب بتوع كاربا بقدي بتاع ده خلين في 200 مليون يا ابو سحل طيب ده ياخدنا لايه لايكنولا اكنولا مين وكيله يا شادي مين وكيله يا شادي مين وكيله يحيى علي اهوا طب هو مين وكيل زكرية الوردي زكرية الوردي يحيى علي طب هو مين وكيل إبراهيم نضاي يحيى علي يعني التلاتة الأجانب اللي تم ابتلاء الزمالك بيهم زكرية الوردي اللي خاف ومشي ونضاي اللي لسه الراجل سايبه يدورابه عشرين سنة كمان عشان يدخلوا الملعب ويه كينولا اللي هو مش موجود في حسابات لا كان أسامنا بهم ما كان مدير فني ولا دلوقتي فريرا وبرى التشكيل ويدخل تفرجوا عليه عدك السؤال بقى انت راجل جبت التلاتي دول وكسبت من وراء الزمالك وكمان كسبت من وراء صفقة إمام عشور اللزبة بتاعتك اللي خدتها من فرير الميتلاندي ومن إمام ماعتقدش لازمان يدالك فلوس يعني في الموضوع ده كفية اللي انت أخدته في التلاتة التانية فالتالي مثل هنت اتتاك فلوس وأكيد إمام اتتاك فلوس أو هيديك يعني ربنا يزيدك يا سيدي لكن هو حرام تاخد فلوس تاني من إبراهيم النضاي وإي كينولا لما تسوقهم وتكسب من وراءهم بدل ما هم قاعدين كده عافش انت زكرة وردة عملت ايه سبته ولا انت وديته الرجاء معرفش لكن إي كينولا وكمان نضاي يعني في بعض من الأمل نستنم على الفترة دي لكن ممكن يبقى خيال الفترة دي يبقى له هدور ويعمل حاجة لكن إي كينولا ماعتقدش ان اللي هيكون له هدور ثم إما يبقى الراجل ده بيعرف يسبق ويجيب لواحد زي مام عشور فلوس كده كويسة وصفره بتاعه ودي متلاندي اللي هو صاحبه صاحب المجموعة بتاعة متلاندي صاحبت نادي وانتو اسمه ايه ناسي اسمه نادي انجليزي تمام فبرضه ممكن تلاقيه يروح بعد شوية على الانجلترا يعني بتاعة تسوق طب بتاعة تختار لعيبة ايه كينولا ده بقى حقيقة انه واجب على حضرتك انك تشوف حل الموضوع كينولا دي بقى الحكاية بتاعة وكيل مين امام عشور انه يهمني في الموضوع ده كله خلاص امام ربنا وفقه يهمني بقى انه يشوف لنا بيع نهاية الموسم لمين ليه اخونا اه كنو الاومة ندفعش فلوس مش نستغنى عنه وندفع له ويتعقده والحاجات دي مش مقبول انا بس منفهم بس من دلوقتي ما اتخذش انه ضرت الزمالك ولا مرضوه منصور هيوافق على الحكاية دي يا راحة لو اللعيب ده ملعيفش اساسا ومشاركش ومفل اغلب بيش هشارك الموسم ده ان انت هتجي تقوله طب نمشي ويدفع جزء الفلوس واذا مش يدفع جنيه شوف انت حل يعني بمناسبة اللعيبة اللي كمان يعني بيسموها الفلوس اللي راحة جاية كده بس المرضي في ذا الاهلي عارفين اللاعب الموزنبيقي لويس ميكي سوني هو اهبه في بدلت الموسم والاعلي كان بيدفع خمسين في مها في عقده هو عقده كproof جدع ربعمائة الفโดلار في السنة يعني الاهلي كان بيدفع disabled ومعرفش بقى اخواتنا ابهه بيدفع 80 второй ايه ان كان لكن الاهلي كان بيدفع 22000 دولار خلالها ويدفع خلال الموسم ده كله دوله 200000 دولار لللاعب ده ويهبه هيدفع الباقي ابهه جي في الاء الاخده لا لأ لك لا معرفكش مفيش اتفاق بيننا لعودته او على حسك لغد دلوقتي خليه معاك لكن اللي بيجرى دلوقتي ان اللاعب خلاص ما عتقلش بقى روح موزنبيق تقريبا روح يابني بيعتول الفلوس بقى بيعتولوهاش دي قصة تانية فاو بيتدرب معاك بيجرى معاهم في الملعب وخلاص في التدريبات لكن السؤال هنا اللي بدأ يظهر ويبان ويبقى عليه الامان في النادي الاحلش هنعمل ليه مع الراجل ده في نهاية الموسم احنا مش عايزينه خلاص الموضوع انتهى سيبك بقة انهم كانوا جايبينه بمليون دولار من فريق سيبك سيبك انهم دفعوا 20 الف دولار الموسم دفعوا في 400 الف و دي الموسم التاني دفعوا في 200 الف مع المليون دولار ستهميت الف دولار اذا متبقي ايه موسمين في عقده الاتنين لسه موسم اللي جاي و اللي بعده يعني كام 800 ألف دلار دلوقتي بقى لجنة الكورة ولا لجنة التخطيط ولا أي لجنة هناك في النادي الأهلي بتتكلموا إزاي نمشي فبيتعاملوا دلوقتي مع وكيله شوف له بيعه أو بالترضية الترضية دي بقى أي لعب معادي يقول لك لا أنا وميكيسونة هياخد 800 ألف دلار تانية إمتى فأنا لا أخد 800 ألف دلار لا لا تستغنوا لا أخد 800 ألف ومشي لا تستغنوا عني وأخد 800 ألف دلار بالمحكم فالترضي دلوقتي محاولات من دلوقتي عشان على شهر خمسة يكونوا قاله قصة وقضية ميكيسونة برحيله لأنه الدوري في السعودية هينته في مايو ويبقى مشي وخد الليك يعني كام بقى ليه 200 ألف دلار القيمة المالية في اللحظات بقى بتاعت مايو وبتاعت دلوقتي انت بتتكلم في حاليا 30 مليون هيدفعوا الله أعلم بعد شوية يا خباكو فيه 70 مليون وكام العلوم في بداية الفيديو بتوع كربة وقادي 30 مليون جنيه برضو لو ادفعوا النهاردة لمين؟ ليه ميكي سونج ودي كمية فلوس النادي الأهلي من ساعة مجهة الكابتن محمود الخطيب يوم 1-12-2017 مافيش لاعب يكمل سيزون غير اليو ديانج اللي كمل وعلي معلول وكان أجايق وإيه مشي البعد كده أبعد عن التلاتة دول هتليهم بيروحوا وما بيرجعوش كاستو شهور باجي والتر بواليا ميكي سوني جيرالد وعدة عن اللي انت عايزوا خلاص موسم مايكملش لكام الموسم بالعافية لما يكملش الستة شهور وانتك على برونو سافيو أخيرا ده لسه فلوس برونو سافيو بقى وحكاية برونو سافيو يعني سيدورونه بقى على نادي أبها يبعتوه يدفعوه 50% برضو ويرجعوه في يناير وهكذا يعني في 30 مليون جنيه هتكون تكلفة رحيل ميكي سوني عن نادي لإحلش في حاجة تانية عاوز أتكلم فيها وهي إبراهيم نور الدين والتحكيم إبراهيم نور الدين قلت الحكاية دي أكتر من مرة عنده إبراهيم نور الدين شخصية حسها بنفسها وحسس إنه حكم كوي هو مؤمن إنه حكم عبقري تمام وبيفهم وقلت إن إبراهيم نور الدين من أكتر الحكام في مصر اللي لا يعتمدوا على تقنية الفار ولو الفار يستدعاهم ومش عاجبوا الكلام ما بياخدوش تمام دي بس حاجة أولية طيب في قضية سموحة ومبراطة سموحة الكرة اللي جات في أول دقيقة الفار قال له دي ضرب الجزاء أو مشكوك فيها تعالى تشوف فقال له لأ مش ضرب الجزاء بس القرار قرار مين قرار الحاكم الأساسي الفار بيقول في شبه ضرب الجزاء تعالى تشوف راح شاف بعجبوش قال لك لأ ما مفيهش ضرب الجزاء حلوة على الكلام دا حلوة على الكلام دا ما تحسبتش بعديها حسب ضرب الجزاء على السموحة لصالح سموحة والفار قال له تعالى شكلها مش ضرب الجزاء خلي بالك من الممارتين مختلفين في السموحة نحسبهاش واللا showcase للعب واستدعوه في مباشرة ازدعوه كرة السماء ما بتستدعيه مرة تانية ما بتعتمدش القرار وبعلانكش بتشاكك في القرار في كل مرة الضرب يستدعي الحكم يعني بيشاكك في القرار ومش بقايده شباستين مفاهمين طيب عمل ايه عمل زي عدته ماسمعش ولفز اللي شافه هو من هنا يعني قامت ايامة الناس بقى وخصوصا الاعلام الاحمر وعلق صادق بقى وابراهيم نور الدين وبتاعه وبعدين علق ابراهيم نور الدين لسبب قرر يطلع يرد على احد الحكام مع كريم حسنش حتى في قناة الحكام وما تكلمش عن المطش وقال لينا ممنوع انك انا مطش وانا عارف ان انا ممنوع انه نطلع بس انا هطلع عشان اقول للاخ اللي بيقول حب نفسك يا ابراهيم حب انت نفسك الاول يا اسمه ما قالش اسمه يعني بعدها توفيق السيد ومحمد فاروق انا معرفش بين فيهم مسك اللجنة دلوقتي قاموا واخدين قرار باقافه اعلنوا اقافه لدخوله لمخالفة قرارات لجنة الحكام وعمل مدخل اعلامه الاقاف ده بقى يوم اسبوع اتنين انا معرفش من هنا استخدموا بقى صياغة تانية وان كان هناك اخطاء في مباراة سموحة لكن في الاخر دي طبيعة كورت القدم واخطاء واردة حلو اوش واردة يعني ممكن تحصل للكل لصالح الزمالك او لصالح سموحة او لصالح الاهلي او لصالح سموحة فرج عامر بيشكك فيه تمام دي حاجة مهمة طيب هو ابراهيم نور الدين جاني في هذه المباراة ام مجني عليه الحقيقة انه لا مجني عليه ولا جاني هو بعض الناس وكثيرين رأوا ان ضرب الجزاء الزمالي غير صحيحة وبعضهم قالوا ان ضربة الجزاء بتاعت سموحة صحيحة تمام ودي اخطاء اتحاد الكورة ولجل حقيقة قالوا واردة حلو اوش ابراهيم نور الدين لو جاني فهو جاني فيه غروره الغرور اللي عنده واحساسه بذاته ده ده يجنو عليه ويخليه جاني يعني بأداءه ده ومجني عليه لانه القرار الفني ده قد يكون خده اكتر من مر في مباراة اخرى ليس فيها لزمالك ولا اهلي ومحدش يتكلم فانت بتتكلم مش عشان سموحة ودفاع عن سموحة كاعلام انت بتتكلم عشان ترهب وتقلق الحكام انهم لو عملوا حاجة زي كده لصالح الزمالك طب ماذا يكت اساسا بعيد يا جدعي يقولك لأ ممكن يرجع حد عارف يصحو الصبح فيقين الفمئة مليون بتاع امام عشوري يفوقوا الدنيا والفلوس تدخل واللعيبة تزقطت فتركز وندفع احنا فلوس كهرباء فادي سبعين ولا تمانين مليون كمان يزقططوا اكتر واكتر فيبدأوا يفوقوا يفوزوا مطش ولا التن في افريقيا الدنيا تعلى في دماغهم فقولك طب نركز في الدوري فلأ اضرب من دلوقت المربوط يخاف السايب على طول ومن هنا الاجابة عندكم ابراهيم نور الدين جاني ولا ماجدني عليه شوفكم على خير في اللي جاي ودايما اسعد بكم وان شاء الله نلتقي في اقرب وقت السلام عليكم اشتركوا في القناة